برايم تايم مع فتحية حرابي وصفين بن فرحات برايم تايم أهلا وسهلا ومرحبا بكم 29 دقيقة على موجات راديو ميد في ساعتنا الثالثة والأخيرة من برايم تايم لليوما نرجع شوية على بعض الأخبار بين الأخبار الاجتماعية والأخبار الثقافية وكيد اليوما كان من نجموش نحكيه على الفرحة وعلى البسمة لدخلة لقلوب التوينسة من غير وما نحكيه على الإنجاز التاريخي لأنس جيبر اللي يفازت بدورة مدريدة تنس وحقت اللقب الثاني في مسيرتها المرأة هذية اللي عندها مدة مش جديدة عليها قاعدة تفرح في توينسة والفرحة هذية كانت فرحة تاريخية جديدة رجعت الروح لتوينسة وشوفنا التفاعل الكبير لتوينسة على موقع التواصل الاجتماعي معها ومع النجاح هذية وشوفنا حتى فرحتها هي ومشاركتها الفرحة مع التوينسة ومع عائلتها اللي واجرتونهم زادة كيف كيف تحية اللي كانوا حاضرين معها والفريق والتيم بتاحها اللي كان حاضر ومرة أخرى أنا نقول أنس جيبر في تونس أنس جيبر خلينا نقوله أكسيجين توينسة فرحة وضحكة توينسة والات اليوم السوفين أنس جيبر هي الأكسيجين اللي تنفسه فيها التوينسة أكسيجين على قل الرجعة والفرحة لتونس في خضم الأجواء السياسية على الأقل المشكلة والله أنس جيبر هي وزيرة السعادة بيتم معنا الكلمة لكن درس كبير كذلك درس كبير وزيت أكت منه أنا هنهارين شفت فيلم بقم تونس عشرين دقيقة عملوها لأنس جيبر أنس جيبر تدرب في المنستير ومشاول عائلتها ولو أمها في عمام سوسا وأمها كانت تلعب في التنس وتزا هي وقت أخواتها الصغار وقالت بلي صغير حتى بوها حكاية قال عند الجلين تتحب تربح قال لاحظت في بنتي هي أكثر واحدة تحب تربح درس سألت هي أمها قتلها أنا أحسن طفلة عندي قتل لأ أنتم الأربع كيف كيف في الربورتاج هذي أنس جيبر هي نفسها تنسي أنس جيبر هي خذت بطولة العالم أفا بطولة رولان غالوس عام 2011 وقته كانت هي في جينيور وثم جوالي تخذوا بطولة رولان غالوس ومشار في جينيور ومعها تخذوا حتى بطولة أخرى ونذكر قاسكيل فرنسوي العب ضد نادال وربح نادال عام في العام العوام ومن بعد نادال من الخسار هذه ولا نادال اللي هو خسار الوط البارح ضد سبانيوري آخر اللي هو هذ دولة مادريد للرجال البارح وقاسكيل معاتش قدم بالكل أنس جيبر بصراحة بعد رجعت سمنت ولت متقلقة بينت كيفاش هي في اللعبة متاحها حب تعمل كل شي فرد وقت في الأخر اخترت بدلت تونترونير متاحها وجابت تونترونير تونسي بتاع تانيس اللي هو كان يمثل تونس في كأس ديفيس ورجلها هو المعد البدني متاحها قال شي غريب الطفلة هذي قبل المقابلة تسخن خمسة دقايق والعشر دقايق قال هذا مش مقبول وبدأ يخدم معها ومبعد بينه كيفاش ضربات متاحها تبدلت الخيار متاحها ويا نفسها قالت ولت عندي منهج وحيد في الخدمة امتاعي وبالتالي حتى كتشوفها كيفاش ضربت في المستير كيفاش قاعدة تتدرب الآن شتاه هذي في المستير تفهموا أنه قرص جابر ما عندنش ظروف كبيرة ياسر نسبة للبطالات العالميات الأخرين اللي تقبعهم ثلاثين واحد هي معها أربع من الناس تقريبا وتمشي تروح وتتدرب وتعرق وتتعب وشفناها احنا ربحت وقتها في في تورنوان العام في بيرمينغام لكنه ما هوش في تورنوان لكن فيما بعد بدت تتقدم بشوية بشوية اليوم في الترتيب العالمي في المرتبة السابعة عالميا وقت اللي انتصرت هي قبل كانت في المرتبة سبعة وثمانين عالميا يعني يمكن قليل بشترقها في تاريخ التينيس إنسان يتقدم بثمانين درجة في فترة واجدة الحاجة على ما يبدو في المخ متاح انسة مرح سبعة وثمانة 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 عام منزلت صغيرة منزل عندها ما تقول اليوم مش مش تتأثر تشارك كذلك في دورة أخرى في إيطاليا وفي إيطاليا هذية في الكأس من نوعها ألف نقطة وهي داخلة في القران شليم وأنسة جيبل ممكن في الترباتيو خطر هي تحب الترباتيو أكثر من القزان تلعب الترباتيو أكثر منها الحص حاس هذا كمتاع الي يبدأ برمل الي هو مهوشي أحشيش ممكن في رولونجالوس الي هي تعتبر هي وليس أوبين أهم حاجة وسط القدشبين فينال ودومي فينال وخسرك وبالتالي أونس جيبل مثال يحتضي بالنسبة للشبابات في البرتالي شفتوا نصح الناس بشوفوه يقاوه معناه فالصريتا وقاوه مسيلة أونجيبل المدرب امتاحها سابقا يقول يولي الأخشاشة اللي حابوا تصور معها ويقول اليوم عنا عدد كبير من الأخشاشة ولا يجيوا يتلناوا اقتدائي بأنجيبل الحق الطفلة هذي يجب أن نشدوا على أيديها تخدم وحدها ما سماش لعاية خاصة من قبل الدولة في شانها أنا نهارة جمعة مشيت شفت التنس كلوب متاع تونس لقيتوا في حالة معنها ما هي شي اللي مفروض يكون فيها دونك التوينسة عنا في الريضياضات الفرضية أبطال عالميين شوف سنية تونس لا يشترك في كأس العالم متاع الفوت تشترك في كأس العالم متاع الهون يذهل بشكل في الفوليو في البسكت السنية الأربعة بشتركوا فيهم أول برده يرسيل في تلك تونس وأنجيبل تحقق انتصارات كبيرة والحافظة ويقبلها نتذكروا الانتصارات ماذا بينا نرجع كتشوف الصورة يحكي على أول طفلة عربية أول طفلة إفريقية والطفلة مسلمة في الاحتفال شفت مادولها دابولتو الشامباني رفضت بشتخذها بذكاء وبأناقة كبيرة جدا من غير معناها تعملها تراليتي بتريقها ذكية حابتش تاخو دابولتو الشامباني لأنه هي معتقداتها الخاصة وهما يحترموها وهي تحترمهم ما صار حتى شايفي هذا لكن بذكاء وأناق أنجيبل مثالي حتى هذا للشبيبات التونسية أنا نرى وأنه مدام عنا هذه التقاط كي بقبل الوقت اكتشفتنا القمودي ومبعض جاء الزدام وجاء ونسخرين واكتشفتنا أنه تونس عنا باع وذرع في الرياضات الفرضية وخاصة أهل المغرب العربي معروفين أحنا وأهل أثيوبيا عنا أمكانيات كبيرة الجزاليين والمغاربة قاعدة يدخل معلية وإحنا خدمنا أقل فيما بعد اليوم عليش لاي في كل حي يكون ثمه مضرب متع التانيش للشبيبة للأخشاشر يتدربوا ونصنعوا أبطال وشفت انترياضة كما هذه شوف قداش تخسر أنت على فارق والقدم تخسر مئات المليار أعتها فارق والقدم أولاً ما توصلش لحد الآن في الكاس العالم شاركتنا عام ثمانية وسبعين ثمانية وتسعين ألفين واثنين ألفين وستة والفين وثمانتاش وطوبش شايت كل مرة في قطرة الثنين شاء الله في نوفمبر معنا حد شيء مخرجنش بالدول ولهذا فرضية كما القمودي هذة الخمسة ميداليات شوفنا كذلك أسامة الملولي أشنو عمل شوفنا الحافلينوي أشنو عمل وحتى في الليقان اللي جابته أنز جابل في ربحة في مقابلة في تونيوعة كما هذا يعني قد اللي ربحته الفريق الوطني في حياته كامنا بالمشاركات بتاعه موصلش خلات ثلاثة مليار دوات ونف تقريبا معناها من المليمات في الطول المهدي ورغم هذا الدولة مقصرة في دعم الألعاب أكيد جدا مقصرة فيها ويلزم نعمل ونشوفه عنا شابيبة عنا شابيبة اليوم لو قبيلة واحدة صديقية يحكي لي قالي لو ثم فتاة كانت عنا هنا وبطلة كبيرة قالي نذكرها كانت تجي أنج جابل هنا وثمان طفلة كانت بطلة وكانت خل من أنججاب لحسن تماما وهي صغيرة قالي فيما بعد بنت وقالت تقرأ وكل شي لونك اليوم نعملوا بيونيكولي ونتوروا هذي هؤلاء الشباب وأنجابل كذلك ومثال يحتضي للفتاة التنسية للملعة التنسية اللي هي تقتحم الصعاب بان طوى إليموا عليها جماعة اليمين واقصة اليمين يقولوا لها شبك معالي كأنه تانيس بيش تلعبو هي بجب وجماعة اليسار كلها شي موقفة تحت وهي رياضية ما عندها حتى مشكلة تمثل بلادها تمثل تونس درابو تونس اسم تونس عملية تلويجية مثلا ماش كيف اللي صارت هذي خاصة وأنه هذيك اللي لعبت ضدها الأمريكية حابت عاود تشري فريق تشيلسي يظهر لي ودخل حتى في الصلاعات السياسية وقالت ما ما دام نحاول لروسيا ذكا باش ناخذوا أنا ودخلت في معناها نيجوس عشي معاها متقدمت وفي بالها باش بالفلوس هذي لتنجم تعمل حاجات انش جابر جاءت من وراء البحار من وراء الحدود من وراء البلايك متاع التاريخ لأنه كما ناسي حكيوا على وراء البلايك في تونس بناء التونس العميقة ليصنعوا ربيع تونس كل يوم ثم ناس من وراء البلايك أن ننشج على منوالها خاصة مع شبيب أولاد وبنات أخبار آخر ولزوز أخبار أخرين متعلقين اليوم بالسياحة وبعودة بطبيعة السياحة اللي حكينا عليها مع بداية برنامجنا لليوم خاصة نحن نتود دخلين على الموسم الصيفي ومعات الترتيب الأخير لتونس ضمن البلدين الأكثر ربما رغبة من السياحة الفرنسيين أنهم يزيروها شوفنا تصور في نهاية الأسبوع هذين متع ملكات جميل هولندا اللي في زيارة إلى تونس في إطار معناها تنظيم تظاهرة الطاهرة لملكة جميل هولندا هذية بطبيعة أكيد عندها خدمة أخرى باش تتخدم على المستوى ترويج للوجهة التونسية عن طريق الجميلات وهذية معمول به في كل دول العالم إنه ميجيب وجوه ربما مؤثرة وإلا تظاهرات من نوع هذية تمثل الجميل للترويج للسياحة التونسية هذا الإيجابي لك زادة شوفنا حتى على الأقل تصوير أخرى ربما كانت سيئة شوية تصوير هذي كان لدارة حول مجموعة ميناء وكلاء الأسفار اللي كانوا في زيارة إلى تونس وهما يعمروا في كل الجذاذة متاع الوصول على الحيط متاع مطار توزر واللي ديجا ديوان طيران المدني والمطارات خرج توضيح على تصوير هذية اللي دارته تدولها على موقع التواصل الاجتماعي يقول اللي العملية تمت بصفة عفوية وهذاك عليش خطر العباد دورة التصوير بسخرية وقالوا عليش ما تمش توفير طاولة على الأقل باش يعمروا عليها في إساءة لصورة تونس يقول الديوان أنه ثم طاولة موجودة في قاعة الوصول كانوا ينجموا يستعملوها للغرض يقول أقرب الوفدين كانت عبر الرحلة هذية يستعملوا ولا يعمروا الورقة هذية في الطيارة لكن ربما صار تعطيل شوية وتعطلت عملية تعمير الورقة هذية تعطلت تعمرت في وسط المطار لكن صار بوليميك عليها في المقابل سوفيان انتظروا ربما اليوم أنه يكون سنة بالنسبة للحادثة هذية تعمل الإجابة متاع الديوان حتى الإجابة متاع العلاقية زد اللي قالوا إنسان رو إنسان يجيب 1500 دولار تقول أكثر من 1700 دولار تقول ما ما صدحت شو بهم وفكرك خاطر ما تفوت 5000 دينار 5000 دينار يصرفوها هم 1700 دولار خاصة الفنانين وهل وهجماعة هذومة واجماعة حقوق لنسان يصرفوهم في عشوية في باريض وفي لندرا دون كما كانتش هذيك حادثة أخرى في قضية الحال أشقالوا هما قالوا أنا صال فيها طاولة طاولة شبع جمال من وكلة التيفير طيار جايب وكلة هما الحق أنتوزياست وصورة وخذية الصورة أنا عند الساعة هذه الأوراق هذي عليش في الدخول في الخلوط يشوف الفيزا متاعك ولا يدخل في الدخول للمرحة الكندا يجب يتخل قالوا لي لي ويمشي على الأمور التكنولوجية لأينا مرة والله مشيت لتوزر جاي لتونس نهار لحد عندي دورة تكوينية ونهار لحد خط النقل من هالسنين الصباح لان كنت شرح لحد هالسنين روح اخذي الطائرة منتوزر اعطوني ورقة ورقة بشي نعملها قلوا مريدي كيف تعمل بها الورقة تونسي وفي بلالي بشي نعمل منتوزر وشي نعمل بها فيج دموفبا فيج دموفبا هاك انتي توا كي نجي أنا أمني قدامك ما تحط فلان مشال كذا وجو كذا وتحط وعمدك تخرج عليه كل شي البيدو والبترو يتبعو فيه ولي وقفوه ولي عنده اختية ساعات اختية مرورية يقولون ما تتعديش يعني بكل صراحة ما زالت المسائل بتاعنا معناها مدائية جويلة سيكبارك ولا دونك اليوم يجب نحسن وياسر وكي تعطي انتي الفيزا والكي يجيك مسافر تقبلو وثم منظومة كونية بالوجه يعقلو أي إنسان يعفو الهوية متاعو وانا مره متعدي من جينيف خليت الترينو من جينيف مش نمشي لليون ماشي وقتها كليغمان فارون عندي موحاضرة مشيت من جينيف قال لي بونجور مسيو بن فراد قاتبه وقاتب وقال لي انتي بوجر لونك تتعدى يخرج اسمك وفصلك وانتي وقداش مره تعديت يمكن ما غالي قال يجي قدامها كان عندك مشكلة ولا رشل شي وإلا كذا رو يفق بيك لانو ما سماشي حدود لكن في الترينو بين جينيف وفرنسا سمعوين حدود وقفين يغذروا لهم الغاء والحدود لكن يبدوا يغذروا هما العباد وعندهم البروفيلر وعندهم قدامهم وانتي مجرد وانك تجي يخذلك هو التقاسيم متعوجه ويخرج لم اسمك هنا لابش كبوت وشابو والدنيا بيلا في جينيف والحال وقتها ربيع والدنيا بيلا بالقدير أنا تعديت وقالي بونجور موسيو بن فغاد خيرا وليت أنا ندولون وشي لحكاية يعرفني السيدين من بعد كسلت قالوا لي يذكر ركنيسان سواتيال يعرف ومسكن لونك اليوم صراحة صورة موشينة جدا بالنسبة للموسم السياحي على ما يبدو ثلاثة ربورتاجات عملت في جمعة في فرانس دو وتافا وما يشبت فوات الأجر عملوها هم من عندهم زد على ذلك الصور اللي عملوها على أنش جابل خليت توليس هدوم مطلوب على مستوى دولي على مستوى عالمي الفرانسيس يعتبروها أول وجهة بالنسبة اليوم وهي ربع وجهة عالمية وردنا في سراعة مع الطرق مع المغاربة يعني قبلنا موجودين كان فرانسيس وسبنيول وطلطلين هم الأولانين دونك اليوم نستثم الويات السياحة حاجة أشاسية في حياة التوانسة الحق اللي ناقص اللي أنا شفته الآن هو ديوان وطن السياحة مش قاعد يعمل في الحمالات الترويجية والسيد وزير السياحة على ما يبدو غايب هو ود الميدان حتى حد بنشك في الكفاءة متاو من على شي عنده تعليمات وش ما يتحرك منظن ونوزير ما حبش يعرف اليوم السوق الجزائرية اللي هي السوق وعدة جدا مسكلة الحدود الجزائر البرية ما عندهم كانوا حدود الجوية قاعدين معناه كانت طائرات الجوية لكن عندهم طائرات عديدة جيل تونس لكن هما نفسهم ليس الكثيف قالوا بشي حلو بعد رمضان إن شاء الله حلو والجزائرين يحبوا جيل تونس ودير أنا كنت في الجزائر وصلت وقلت يقول لك أغلى لي بألف مرة وحنا نحبوا نمشيوا لتونس ونحبوا هواتونس ونحبوا شعب التونس لونك اليوم إذا منستثمروا في السياحة لكن ننتقلوا طوى شفت مثال تم حاجة معلومة تبعتها البرح وخارقة العادة وعجبتني ثم نوع جديد من السياحي يسمى السياحة العلمية اللي هو بدأوا يعملوا فيه في تطوين وثم ناش جاءوا خبرائهم مشاوروا الجامعات ووراوهم ثم ديناصورات غاديكا ثمانيش حاب يتصور بعد ديناصور في الربورتاج اللي عملتوا تافا مشاور غاديكا وين عملوا حرب النجوم وشفت واحد سقح بدين يحكي وعم روحوا شخصية من شخصية هذيكا ويلعب في نفس الدولة اللي شايفوا في الفيلم وفرحان دونك اليوم ثم زيادة على السياحة هذيكا الترفيهية والأركيولوجية وغيره ثم سياحة حتى علمية ثقافية كونسبت جديد كونسبت جديد لحقنا هذي يحبها برشة السوق الصيني سوفيين سيق السياحة الصينيين يحبوا يسر السياحة من نوع دي السياحة تكون ثقافية خاصة تانا بينسور الشنو واليابانيين والشنو التواح نجبنا 30 ألف النجمو نجيبوا أكثر كانوا 3 ألف والشنو يجيوا مقتلنا الصفران تحهم بإيطاليا ولا فرنسا ولا سبانيا ويجيوا التونس يجبك تعرف الساعة الصيني يجيب معها 150 مليون معناها الالوكاسيون توريسيك متاعهم 150 مليون 25 مليون التونس لا تظهر لهم شيء كبير اليوم يجبنا النوع ونحصن الخدمات ومدارس السياحة تزيد تتحصن بكل صراح لأن الخدمات في الوتلة ما هي شيئة والبلديات والولايات والمعتمديات تعمل دول كبير جدا الحمامات تشوف في المداخل متاحها مقلعين أشجر في المداخل متاع التوريوت معناها لهذا التونس ولا لهذا السوسة والجنوب وغيره لحد الآن لترابو موجودين هكاكا قليبيا وقرب طريق 19 كم هذا ما يساعدش بالكل يجب الآن هبة كبيرة جدا على هذا المستوى كيف عمل رونيت رابل سيكراعات رونيت لها بالمساء ومشى وهبطوا إلى ميرا معروف وقالي مجمع اخدموا اليوم يجبنا نحصنوا شئة الظروف وأنهم نكونوا مطلوبين اليوم ماذا بينا وأنهم نستغلوا في هذا خاصة عن سواح قاعدين يجيونا يرجعون الغربيين نحكي والثقافة سوفين للتصريح بين تصريح فوزي بن جمرة الفنانة التونسي وزهير الرئيس مدير المسرح البلدي بالعاصمة صار تصريح نهار في الأسبوع اللي فيت نهار السبت بالتحديد فوزي بن جمرة في تونس العاصمة وسبب آلة المزود هذا يقال أنه القرار وقت اللي تصل برئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم قالت له لهذا معمول به منذ سنوات مدير المسرح زهير الرئيس في رده على الموضوع هذا يقول أنه على الغاء عرض فوزي بن جمرة أنه اسبب هو آلة المزود يقول القرار لا رجعة فيه وأنه المسرح قاعة أوبيرالية تحتضن الأوبيرات والمسرح وعروض كبرى ذات أولوية معنا شي ضد المزود لكن هناك قرار يمنع الآلة ولو كان فوزي بن جمرة ينحي آلة المزود من العرض نتاعه مرحبا به عندما قدم فوزي بن جمرة إنشاد سوفي قام بصهرة رائعة في المسرح البلدي مناز عمره المئة وعشرين سنة يقول المزود والراب ما يدخلوش للمسرح البلدي والهارد روك أيضا وباش نقصه أو نقصه من سهريات الحضرة والزيارة معناها المزود والراب اليوم ممنوعين من المسرح البلدي وثم قرار قريب بالنسبة للحضرة والزيارة والله هنا نحب نستعمل الكلمة يمكن هم تستيك بقى شبعنيه المزود سعى المزود آلة دولية وآلة عريقة تاع صلح المادي وما دراك كأنها يحكى المشبوعة البوشنيق لطفي بوشنيق مغانيش أغاني في المزود المزود لو قيله يخي موجود موجود عند آآ شسوهم السكوترانديين وغاني مزود أغاني خيبة سمحني تاريخنا الفني مبني عليهم سمحني آآ كتقول آآ جانا وطراف كرار يانيش يمكسر عدايا حسدوني كبار مع صغار تكتيعوا ترويس هورايا نحكي للجبل تحتار نبكي تيور الغابة معايا ولا يا أبجاه هلا يا الحب أسماني سامولك شعال بلغت المحفل ولعني وما تهقوك جير شعر ورد بيلك والمزود فن شعبي عريق شما نتمنعه كان قتلي عام القاعة كان الأوبيراء نمشي معك أما شما نتقل الصوفي ويجيب البندير وش دخلك أنت لسعاد عبد الرحيم ولا السيدة ش دخلك أنت لجيستاتور ديقو قلتك صلح المهدي للمزود بوشناق وما دراك العظيم بوشناق وغنى المزود التجربة صلح الفرجية من أعاذ التجارب أنا سمعت الزبير وأنا صغيري غني في باب سويقة المزود رو فلنا رقي جدا من المزود مش معناها رو إذا كان وراق حاجة شعبية معناها ريبتزل نشيري خطوة في إيتاريا عندهم زوكيرو وعندهم رمات زوتي كان عندهم بافاروتي ماليجي يقول لك وين يدخل بافاروتي ما يدخلش رمات زوتي رد بالك كل واحد عنده جمهوره بكل صراحة كل مرع يطلعون بطلع أحنا مع روش قناة نوض المزود فن عنده أصوله وأنا نعرفه مليانا صغير وفن زنزانات وفن الزنزانات هذا أغلبه فن زنزانات معناها زندالي خلاجه من الحبوسات كما غنيات كبيرة يا فاطمة بعد أني كدوا الغصة وألا أنا بك التي شدت مع العزبة سمحني رب عزل أكبحوا من زنب فميش قوانين سوفين تنمع بالنسبة للمسرح البلدي حتى فضائق كده كم جي تقول قدس ادخل تاول حاج قوله قدس ثم واحد يشد لك هكا يشد لك ستيلو وبرتابل يعمل لك به موسيقى إيقاع موجود في النبض المتعدد من تعلم الثاني والمزود آلة عريقة وقديمة وعندها تواجدها وعندها مولديها وعندها ناسها يخي سهل هو وهم يعبدوا في الشعر الشعبي يعملوا في الشعر الشعبي اللي فيه المسدس واللي فيه الكسيم واللي فيه الشسو نسميه المكسور جناح وغيره ورد بالك بش يدخلوا طوى إيداليين قاعدين ما لغدوة قولي ليه كتب هذا فلسف ما بيعوش في المكتبة مبيع كان مسرح ومبعد قولي لا لا خاطر قرارات مبنية على الأهواء على الأذواق الخاصة صوفيان وهو سما ما يسمى انت بجمج بطي قولت الأذواق الخاص لما الزوق العام الزوق العام اللي سما له بمون سنس يابا أنا مينوغ حتى انت في فرنسا أنا مثال مرعا مشيت المجي دوكي براندي ورقيت واحدة أسماء شديقة السورية فعرفت أنا صحافي عملت بي دورا وكان معايا صحافي الفنونة البدائية اللي هي عملوها غاديك من أرقى الفنون في العالم بل ولقاوا بيكاسو سرق من كلكو باسك أفريكا الوجوه اللي عملهم بالأكزامل في لدام دافينيانج وكلوا الحاجر كما هاك بل وليقران وإلا رنبران أخذاء منهم ولا معناها فنانين فرانسيز كما اللي مات في البولينيزي وغيرو دونك اليوم تولوزو تريك تولوزو تريك كي توفى أمه هو يزيزيي وكان عايب وكان يقعد حتى في المواخير وغيرو وقتي مات أمه تحب تهدي التبلوات متاعو مقبلهم حد اليوم التبلو تولوزو تريك بعدوش كيما في العالم لونك بربي يزينة من ناس قاعدين بيروقراتيين لا ما ندخلش المزود ولا ينجيب كذا المزود أنا نقولك تقول لي مثال ثم ساعات تعرف في مسارح يقول لك تونو يجيزي تونو دوسواري أنا رو نعرف مسارح تخلت لهم سورتو الأوبرات عن الواحدة شما ريحة شما ريحة شما ريحة يقاك مش عام برفاه يقول لك ووو مش وزيت غالان اي ويعمل لك ذريب ويحضر في أمريكا مش تدخل المطعم الراجل بلاش فيستا يكلم لك فيستا ب300 دولار من مصلحتك وتدخل ثم التقوس خاصة القاعة المطعم والمسلح المعبد عنده التقوس ومش تجيني ينتي لابس مايو وتبدأ عطيها اشتيح ولديح لا نجم ونقلك في هذا لكن كذلك يخي انتي يوم كالثوم كيت بلتغني ما تشوف ش الناس يدخوا ما تشوفهم شي كمه مخدرين يدخلوا الترب لون يدخل بحالة كيمة هذه فرقة البلدية متعطونس عملوا معها مشكلة زعاد عبدالرحيم هندها مشكلة مع الثقاف سيد هلا مش كان قريب بينهم هو اصلت للماما وبعد رجع للفن امتاعه وما واصلت للماما امتاعه وانا يعجبني كفنان هو كفنان يعجبني عنده تعبيرات فنية بها اما تقول انشد الصوفي ما ترشدش المزود اشكون خالك المزود ياخي هو المالوف يمدايا ما هو المالوف الجد بدايا في الزوية وبعد خرج الاحتفاليات احنا كنا على المزود اما حتى الراب اللي هو اشار له ولا الهاردروكرا ومن شئنا وابعنا ربما اليوم ابينا الراب معناها مندد بي وانا ربما ثم عبيت ترفض ولكن راهو قاعد يحقق في نجاحات ثم سوميا عادت قبيلة الاغنية متاع بالتي انا انا وانا نفسي وشبت عليها وما رأي عملت ديتو وشبت عليها والتصوير متاحة كان محله رو سمى شبيبة يعملوا في اشياء خرق العاد البلتي البلتي سامحني يعديه في التايم السكوير يمكن رئيس الحكومة ولا رئيس بلابير رئيس الجمهورية بيحطوه التصوير يعديه بلايش هم يحطوه في التايم السكوير والبلتي من غنائت اذيك جاي مريف للمدينة والبلتي مهذب وعندو فن يخدم فيه انتي متحبش انتي حر بلتول اذواق حتى حد بيناقش فيها لكن بش تجي تقولي راب معناها تعتبر وفسقي هاو كيمثل وقاء على بيا يخي شسم اه اللي ميت اذيك كانت كيف فدلوك بلا مرة واحدة ويحبوه الشابيبة اللي من شسم وصيد احمد ذكرني المغني كان شعره طويل وميت اه توباك توباك بوب مارلي اه بوب مارلي يخي بوب مارلي كل ظهر عالمية يخي تونس ما جبنيش عام 1996 شسم المغني ذكر امريكاني اللي يجي لعالم العربي والاسلامي ويعمل حفلة في 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 تخشكونك انتي مش تحكي هذا وهذا شكل مشكل الفن ما تحبوش انتي حر ثبا ناس يقول لك ما نحبش الادوار ثبا ناس يقول لك لا نحب الفن الشرقي ما نحبش النغمة التونسية ثم ناس يقول لك انا نحب الملوف وما نحبش اي وفر كل العروض وخلي الاختيار للجمهور هو يختار شو يحضر تطور الالات ثم كما الطبلة والذكرى سيأتي في تونس الطبلة والذكرى هما اساس الفن اللي موجود عنا العرضاوي والمناعي والمختلف معناها الالحان اللي عندهم دونك بكل صراحة انا نعتبر ونظلموه وش معناها جي تقول بزوجي منحقوا التشكي سوفيا نراهم منحقوا انه معناها يتشكى بهم لانو موش قانون هذي موطفن رأي خاص بسيد المدير متع المساعدة يقول لهم انه 80 مليون ونخلص الفرقة متاعي وبالتالي تخلصوا لي 80 مليون كضرر مادي وضرر المعنى ولياني خليت لانضيفو مع اصدقائي ودربت وعملت خبش بش يعمل لحاجة في المسرح البلدي يطلب وقت بش يعملوا يعني هذه المتاهات متاع الإيداليين الأغبياء اللي باع فون يتعاملوا مع الظواهر الفنية والظواهر الشعبية والله ينا البارح بركة حتيت عقاب الليل الغناية نسمع فيها الشباب بعد الثورة محلها معناها اشكال جديدة ترجم انتي متحبش انتي حول لكن بش جيت منع هذا فلان مدام عنده بطاقة احتراف متاعه والمزود يعتبر ظاهرة من الظواهر الموسيقية التونسية العريقة جدا والموجودة في كيف تنطقة الجمهورية خليه يغني على روحه اه تقول لي نحب توني اكزيجي والله في المسلح البلدي ما تجيش تعمل ديفلام كما في استاد وفي استاد ممنوع ولا حاجة نمشي معاك والذوق السليم توني دوسو اكزيجي والله نمشي معاك عما تجي تقول لي المزود الآلة ضدها والسوفي يقبله شو معناها يخي هو السوفي يقول لي حبيب حبه تحت الحاشاء وفت الحاشاء ان مشاء خد اني يمشي على خد مشاء روحه وروحه وروحه اني انشأت وانشأت ما يمتع ابنه عربي اي هاي حبه لكن هي في مناجات الله يعني بشي وليه كبعني هدجاء يكون في المزرح البلدي وفوزي بن جامل عنده مولاديه وعنده ناس يحبوه وغدوة ايجا اعمل حفلا فوزي بن جامل هنا في استاد في نبل طوي تعب استاد لانه عنده مولاديه وعنده ناس اللي يحبوه وهنا الله غالب الاداريين كالعادة كما قلت بديت كلامي بكلمة التستيكة البقية شكرا لك شكرا لكافة فريق البرنامج احمد اللي كان معنا في التصوير سومية في الاخراج كاميل في السيد صفيف الاخبار واسلم في الستندار احنا هكا نكون وصولنا نهاية برايم تايم لليوم وكل عادة ان شاء الله نتقابلوا غدوة في نصف توقيت من سبعة حتى للعشرة شوية يخرجيكم موجز العشرة مع زميل التنازي هستنوا بعدها